اتجاه داخل الزمالك للموافقة على رحيل أحمد حسن إلى نادي ليرز البلجيكي وده المدير الفني للزمالك قال أنه أنا ما عنديش مشكلة أن أي حد عايز يمشي اللي موجود لابد يبقى عايز يبقى موجود على فكرة نادي ليرز مش هيدفع عمليم لنادي الزمالك بيدوي يعني نادي ليرز مش هيدفع عمليم لنادي الزمالك أحمد حسن هيروح نادي ليرز وهياخد المقابل الخاص به من نادي ليرز لكن ليرز مش هيدفع للزمالك ومش طالب أحمد حسن من الزمالك خالص هو أحمد حسن خلاص مش واخد خالص أي فلوس أعتقد تم الاتفاق هيرود اللي أخده جزء الأولاني خالص وهيتوكل على الله وهيطلع على ليرز البلجيك اللي أنا بقوله طبعا ده مؤكد لأن أنا سألت فيه الصديق ماجد سامي رئيس مجلس إدارة نادي ليرز البلجيكي بتقوله هتدفعه كامل زمالك قال لي ولا دولار واحد احنا كلامنا كله مع أحمد حسن فقط لغير لكن حتى هذه اللحظة لسه الأمور ما انتهتش بشكل كامل مع نادي الزمالك بكلام على أحمد حسن مع الزمالك